أعلنت هيئة الدواء المصرية منح الترخيص الطارق لاستخدام لقاحاية سبوتنيك فايف وأسترازينيكا 1222 اي زي دي وذلك في إطار حرص الهيئة على اتباع كافة المعايير العالمية والمحلية المعتمدة من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري والحصول على لقاحات آمنة وفعالة وذات جودة عالية وقال رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الحيوية والمبتكرة محمود ياسين إن الهيئة رخصت لاستخدام الطارق للقاحين بعد مرورهما بعمليات التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء وأضاف أن عدد اللقاحات الحاصل على رخصة لاستخدام الطارق بلغ أربعة لقاحات وتعكف الهيئة حاليا على دراسة وتقييم باقي اللقاحات